نذهب مع حضراتكم إلى الزميل أيمن عماد والذي يحدثنا من أحد مراكز التطعيم بمدينة السادس من أكتوبر من الجيزة إذن أيمن أرحب بك أيضا معنا في هذه الساعة لمرسلية إكسترانيوز وأيضا ماذا عن عمليات التطعيم كيف تسير في السادس من أكتوبر وفي المركز الذي تتواجد فيه تفضل نعم تحياتي كما أشرت ربما يعني التراجع النسب الإصابة بفيروس كورونا في الفترات الأخيرة يعني يعكس مدى اهتمام الكثير من المواطنين ليس فقط في مصر بل في العالم بالحصول على لقاح اللقاية من فيروس كورونا لو نتحدث بشكل مفصل عن المركز الذي اتواجد به الآن مركز تطعيمات الحصري مدى الاستعدادات الذين يقومون بها هنا من استعدادات لاستقبال المواطنين من أيضا للحصول على لقاح يعني الوقاية من فيروس كورونا ربما يكون هذا محور حديثي مع دكتورة أمنية سلامة مريديرة مركز التطعيمات بالحصري أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور نتكلمين عن استعداداتكم المستمرة النهاردة يوم الجمعة وشايفينكم شغالين بشكل كامل احنا هنا حضرتك بنشتغل طوال أيام الاسبوع من تسعة صباحاً لتسعة مساءاً جمعة عطلات رسمية أعياد جميع الأيام بنشتغل بنستقبل المواطنين من الساعة تسعة صباحاً بياخد يعني بيجهز أوراقه بيصور بطاقته يبدأ ياخد إجراءاته هنا مع الدكتورة لحد ما يتعه نتكلم بقى عن اللقاحات التي تتواجدت هنا في المركز احنا متوفر عندنا تقريباً جميع اللقاحات في الصيني سينوفارم سينوفاك الانجليزي متوفر الروسي والمصري طبعاً توفر بقيلة من شهر 8 بدأت أن نشتغل به متوفر بكميات كويسة الحمد لله نسب الإقبال شايفين أن الكبار السن حريصين على الحضور هل في خلال أيام الاسبوع حضور بيبقى في حضور للشباب جميع الأعمار بتتوافد على المركز كبار سن صغار سن في نسب إقبال عالية جداً حتى لسه ما وصلوش رسائل للتطعيم ومجرد أن نسجل عنه بيقدر ييجي ونقدر نطعامه برضو بدون رسالة حالياً كمان بدأت تنتشر القواف المتحركة في الشوارع والمصانع والمدارس لتطعيم جميع العملين والمصانع وجميع الشعب المصري إن شاء الله نتكلم عن خطوات حصول المواطنين على هذا اللقاح بداية من التسجيل على موقع الوزارة هو المواطن بيسجل بالرقم القومي على موقع الوزارة بيوصل لرسالة فيها رقم حجز مقوم من 20 رقم ممكن لو جاتل رسالة موجهة على مكان معين بتاريخ معين يعني توجه لمركز الحصر يوم كذا بيتوجه للمركز اللي متحدد له مجاتلوش رسالة ممكن يجي لنا إحنا عن طريق القواف المتحركة بنقدر نطعامه ونحدد له على السيستم بتاعنا التطعيم بتاعه يعني في حالة ربما بعض المواطنين هناك كان في البداية كان هناك بعض التخوفات من الأثار الجانبية للتطعيمات هل رصدتم أثار جانبية للتطعيمات شكل عام؟ لا أهو مش هي أثار بسيطة ممكن تحصل مدة 3 أو 4 أيام نوع من السخنية شوية تكسير في العض أعراض خفيفة ودي بتتعالج بمجرد بالبنادول بس لكن ما فيش أثار كبيرة رصدناها في الفترة دي حاليا أيضا دخول اللقاح المصري للمراكز المختلفة الوحدات الصحية يعني كان لي تبعيات كبيرة ويعني أن مصر خلاص أنتجت هذا اللقاح لو نتكلم هل اللقاح المصري رصدتم لي أي عراض جانبية أو غيرها؟ لا حاليا إحنا اشتغلنا باللقاح المصري تقريبا من 27-28 شهر أغسطس وما رصدنش له أي أثار جانبية هي الأثار العادية اللي ممكن تحصل مع أي لقاح زي ما قالت الحضرتك التكسير أو السخنية البسيطة ودي بتتعالج 3 أو 4 أيام لو نتكلم أيضا عن أكثر التساؤلات اللي ربما الذي يطرحها المواطنون حينما يأتونا هنا أنا المركز إيه هي التساؤلات؟ هي التساؤلات بتبقى بحب يعرف نوع التطعيم في البداية اللي هياخدوا إيه فيه أعراض جانبية ولا لأ فيه بعض التخوفات من الأدوية اللي بياخدها لو هو حد مريض ضغط أو سكر أو أي مرض مزمن بنبه عليه أن هو علاجه مستمر بصورة طبيعية ما حدش يغير في علاجاته فيه ناس برضو بتقول هل أخد أدوية تانية حاجة للسيولة حاجة مع التطعيم إحنا بنبه على الناس إن إحنا ما بناخدش أي نوع من الأدوية مدام ما حصلش أي أثر جانبي لو قدر الله لو حصل حاجة بيرجع لنا إحنا هنا ونبدأ نوجهه ونشوف إيه المشكلة اللي عنده أخيرا نسب الإقبال في تزايد مستمر يعني تتوقعون فيه يعني في الفترة المقبلة هل التزايد ده يستمر أكثر؟ آه في تزايد وخصوصا لإقبال المدرسين وبدأت الجهات الحكومية لازم الجميع يتطاعم إن شاء الله فإحنا حاليا حتى بنطلع لهم العربيات المتنقلة يوميا حرصا لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين كل يوم إن شاء الله شكرا جزيلا العفو يعني إذا نزيد تفاصيل ما يقوم بي المركز هنا بمركز تطعيمات لقاح فيروس كورونا بالحصر وما يقومون بي من استعدادة لاستقبال للمواطنين بالإضافة أيضا لجميع الإجراءات لتلقين لقاحة لقاية من هذا الفيروس إليك نعم أيمن عماد مراسل إكسترا نيوز أنا بشكرك يا أيمن على كل ما تفضلت به من تفاصيل الشكرة طبعا موصول لضيفاتك الكريمة كنت معنا من أحد مراكز التطعيم في السادس من أكتوبر شكرا جزيلا لك